الرجل اللي ما بين امرأتين والرجل اللي ما بين امرأتين ده بيبقى مش قادر يراضي اي واحدة فيهم لان هم الاثنين ديهم طلبات مختلفة والطلبات المختلفة دي طلبات كل واحدة فيهم بتنطلق من واحدة مقبلة على الحياة وهي الزوجة واحدة عايزة تحافظ على كل الحياة السابقة وهي الام فبيضطر الزوج ان هو يبقى ممزق ما بين الاثنين الحل في الحقيقة شوية اجراءات هنتكلم عنها بس قبل الاجراءات دي لازم نقول حاجة مهمة قوي بلاش الزوج دايما يقول للزوجة اتعاملي مع حماتك كأنها امك لان في بعض الاحيين بتبقى الام موجودة وبتعتبر دوت ان هو بيطالبها بان هي تتخلى عن امومتها امومة امها وتدي الامومة دي لحماتها انا ليه بقول كده لان احنا وشغالين في الارشاد الزواجي بيبقى الكلام دوت بيخلي الزوجة تحس بان الزوجة عايز اقتلحها من اسرتها ولا كمان يقول للام اعتبريها بنتك ده شعور عايحصن من الاثنين من نفسهم عشان محدش يقول انت مش عايز الناس تحب بعض لا لا انا عايز الشعور ده يتولد من الاثنين معضهم ما تفردش زوجتك على امك وما تفردش امك على زوجتك ولكن انت طول الوقت وفر المناخ المناسب للاثنين وهم عايعرفوا يحبوا بعض ازاي حاول طول الوقت ان انت تبحث عن الشيء المشترك اللي ممكن يجمعهم وتيح الشيء المشترك ده ان هم ينزلوا يشتروا حاجة مع بعض ان هم يتكلموا مع بعض من غير ما تنصر حد على حد ولكن في نفس الوقت تلتزم ببر والدتك بر والدتك على فكرة مش محتاج منك ان انت تأذي زوجتك عشان ترضي والدتك ولا محتاج كمان عشرتك بالمعروف مع زوجتك ان انت تنتقس من امك من اجل زوجتك اه صحيح ان انا بقوله لك ده صعب لكن ده ضروري جدا جدا تقدر تعمله تقدر تعمله ولو عملته بشيء من اللطف ايه اهم حاجة انت لازم تعملها عشان تخلص من الكلام ده دايما صرح للام على انك انت ابنها دائما وان زوجتك عمرها ما بتتكلم عنها اي كلام سلبي وان ما فيش اي تغيير في حبك ليها مهما حصل نفس الكلام اقول لزوجتك ان حياتكم مستقلة لو بتكلمك على اخراج الاسرار توقف عن اخراج اسرار البيت مع والدتك توقف تماما اخراج الاسرار حتى الاسرار تعال اتفق مع زوجتك ايه اللي ممكن تتكلم فيه مع والدتك لفترة معينة لغاية ما تتمئن الزوجة ان هي عندها خصوصية معاك وهي من نفسها لما تحتاج امرأة لها خبرة هي تروح تكلم والدتك اذا انت التزم بالاتفاق اللي انت متفق بيه مع زوجتك عشان تقدر تسكن فؤادها وتحسسها بالاطمئنان وما تخليهاش تحس ان والدتك هي اللي بتفرض نفسها على البيت اتكلم مع والدتك دايما وطمنها ان انت في حال طيبة ولما تيجي تسألك عن تفاصيل حياتك اتكلمها عن تفاصيل شغلك وتفاصيلك انت المتعلقة بيك انت وخلي التفاصيل متعلقة بزوجتك عند الحدود اللي انت اتفقت بيه مع زوجتك الامهات في الحقيقة ما بيبقوش محتاجين ان هم يتدخلوا الا اذا احسوا بالخطر على ابنهم طول ما انت حسز والدتك ان انت مفيش صراع بينك ومن زوجتك مفيش اي شيء بيستدعي قوات اجنبية زي تدخل امك يبقى هي مش هتبقى محتاجة ان هي تتدخل دايما انطمنها هي لما تحس ان انت زوجتك بتعيش معاك في راحة وهي كمان مريحاك هي كمان عتكون حاسة ان زوجتك دي شخص جيد دخل الى البيت ده يبقى هذا شيء مهم يبقى كمان زي ما قلنا قبل الفاصل نعمل كمان منطقة عزلة ايه المنطقة العزلة دي مفيش تدخل في شؤون البيت من والدتك كمان مفيش تدخل من زوجتك في شؤون اسرتك لازم المنطقة دي تكون واضحة لازم كمان نعالج اي فساد في العلاقة بحوار بينك ومن زوجتك والحوار ده تكون حوار واضح وبينكم ارادة للتواصل في الحوار وكمان زي ما قلنا دايما الحوار بيبقى بالتلات مفاهيم اللي هو الفهم والتفاهم وكمان التفاهم كل ده وكمان لازم نكون مأكدين ان الكلام الحلو مهم اوى اوى قوي عشان تريين العلاقة كلام الحلو اللي بتوصله لامك عن زوجتك وكلام الحلو اللي بتوصله لزوجتك عن امك والكلام الحلو اللي الاتنين مطلقا بيسكن الناس ويخليهم في حالة طيبة